وللمزيد عن هذه التطورات ينضم إلينا من القاهرة مراسلنا ياسين الجوهري أهلا بك ياسين لنبدأ وإياك من أهمية تحويل المنتدى إلى منظمة وتتخذنا القاهرة مقرا لها أعطينا الأجواء من عندك ياسين في هذا الإطار نعم رمزة يعني بالفعل كما ذكرتي قبل قليل تم التوقيع على الميثاق الخاص بتحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية هذه المنظمة التي دعت إليها مصر في بداية عام 2019 لسبع دول من الدول المطلعة على البحر المتوسط وثم في عام 2020 تم التوقيع بالأحرف الأولى في بداية هذا العام على تحويل هذا المنتدى إلى منظمة دولية واليوم يتم التوقيع النهاية أو كتابة شهادة الميلاد الخاصة بهذه المنظمة ستصبح منظمة دولية تساهم في تأسيس سوق مشترقة إقليمية للغاز في هذه المنطقة تساهم في تلبية الطلب على الغاز خاصة في ظل ثروات الغاز التي تم اكتشافها مؤخرا في منطقة البحر المتوسط وبالتالي يمكن الاستفادة من البنية التحتية الموجودة في عدد من الدول من بينها مصر سواء في إسالة الغاز أو حتى في نقل الغاز بين الدول المختلفة هذا من جهة من جهة أخرى تعظيم الاستفادة من هذه الثروات والحد أو وقف الأطماع التركية في ثروات البحر المتوسط تعلمين أن هناك تحركات تركية غير مشروعة في مياه المتوسط وبالتأكيد وجود منظمة إقليمية معترف بها سيؤولة ولماذا حساسية الوضع الآن في شرقية المتوسط وطبعا الأطماع الكثيرة والتركية التي ذكرتها الآن هناك دول أيضا عالميا تنظر إلى هذا المنتدى أو فعليا إلى هذه المنظمة وتريد الانضمام إليها مثلا الولايات المتحدة الأمريكية أعلت أنها تريد أن تكون عضو مراقب مشارك من ناحية المراقبة وفرنسا من جهتها قالت أنها تريد أن تكون عضو ينضم إلى هذه المنظمة بالتالي كيف ستكون الأطار هنا أو إلى أي حد سنرى انضمام للمزيد من الدول هل لديك معلومات بهذا الإطار يعني هو البيان التأسيسي لهذه المنظمة أكد على إمكانية انضمام دول أخرى بخلاف الدول السبع المؤسسة كان من بينها فرنسا التي انضمت بالفعل بصفة مراقبة الولايات المتحدة أيضا كانت قد طلبت في شهر يناير الماضي لانضمام إلى هذه المنظمة والباب بحسب تأكيدات الوزراء السبع لا يزال مفتوح أمام دول أخرى ترغب في الانضمام في هذه المنظمة شريطة الالتزام بالمبادئ ويعني ما تم الاتفاق عليه عند تأسيس هذه المنظمة وهو التعاون الأقليمي بين الدول السبع احترام حقوق كل دولة في استغلال ثروتها الطبيعية بما يفيد شعوب هذه الدول وبالتالي يمكن أن نرى مزيد من الدول تنضم إلى هذه المنظمة كما ذكرت بالفعل فرنسا انضمت بصفة مراقبة أنا التقيت بالسفير الفرنسي الذي حضر توقيع هذا الميثاق وأكد أن فرنسا كان لديها الرغبة منذ بداية الإعلان عن تأسيس منتدى شرط المتوسط في الانضمام إليه وأنه هي ترى أن هذه هي فرصة جيدة لهذه الدول أن تستغل ثروتها في البحر المتوسط وأيضا تعظم من هذه الثروات أيضا ياسين بشكل سريع لنعاول على الموضوع المتعلق بتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة ضمن هذه الجهود كيف سيساهم هذا الموضوع اليوم وهذه المنظمة كيف ستدعم دور مصر الإقليمي كمركز إقليمي للطاقة هذا هو جزء أساسي من رغبة مصر في تأسيس هذا المنتدى الذي دعت إيه في بداية 2019 وهو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة العالمين أن هناك اكتشافات كبيرة حدثت خلال السنوات الماضية في البحر المتوسط كان على رأسها حق الظهر احتياطيات تقدر بـ 30 تريليون قدم مكعبة الآن الحق لهذا ينتج أكثر من 3 مليارات قدم مكعبة إجمالي إنتاج مصر وصل إلى 7 مليارات بينما استهلكها من الغاز يصل إلى 5 مليارات و800 مليون قدم مكعبة وبالتالي أنت لديك فائد في مصر من الغاز هذا الفائد يمكن استغلاله سواء من خلال تصديره إلى الدول الأوروبية أو استخدام مصر كمنصة أو كمركز لاستقبال الغاز من دول أخرى إعادة تسييله وتصديره مرة أخرى إلى أوروبا أو حتى استغلال جزء من هذا المجاز داخل الأراضي المصرية وتحديدا في الكطاعات الصناعية التي تطلب غاز شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل مرسلنا ياسين الجوهري من القاهرة ترجمة نانسي قنقر